ثالثا التعبير بالخوف من عدم العدل في اليتيمات والتسوية بين الزوجتين يدل على أن الظلم في أمر التعدد ليس بأقل جرما من الظلم في أمر اليتيمات وأن مجرد الخوف من الظلم يكفي في حرمة هذا الزواج وليس بلازم أن يصل الزوج إلى درجة اليقين في التقيد بالعدل والقدرة على منع الظلم بل يكفي مجرد التخوف من حدوث ذلك ليصبح التعدد أو التزوج بثانية من الظلم الذي هو أكبر الكبار وصحيح أن كتب التفسير تنقل اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى خفتم هل هو بمعنى أيقنتم أو بمعنى ظننتم إلا أن الغالب من العلماء يحملها على المعنى الثاني الذي هو مجرد الظن حيث يقولون بعد تفسير خفتم أي ظننتم وأن هذا التفسير هو الصحيح عندهم ويكفي أن ابن عطية يفسر الخوف في الآية بالظن ويقول وهذا أي الظن هذا هو الذي اختاره الحذاق وأنه على باب الظن لا على اليقين وليس المقصود بالعدل في الآية الكريمة التسوية بين الزوجتين في النفقة والكسوة والمسكن في حسب بل في البشاشة وحسن العشرة واللطف في القول وكل ما يدخل تحت قدرته دون ميل القلب كما أشرنا إلى ذلك من قبل وقد نقل القرطبي عن الضحاك أنه قال في تفسير هذه الآية فإن خفتم أن لا تعدلوا أي في الميل والمحبة والعشرة والقسم بين الزوجات فواحدة فمنع الله من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك شكرا لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته